مراجعة خفيفة مراجعة مكثفة في الرياضيات في اشي انه انذكرك كيف كنا نحله انت تروح تكمل طيب تعني تذكر مع بعض طواعد الاشتقاق لو حكينا y تساوي لغارتم ثلاثة وهنا فيه عندنا ساين x زائد عندنا هنا لن جوة لن فيه كوساين الـ x عندنا هنا اي فوقيها في تان وعندنا هنا خمسة فوقيها في كوتان بدي اشتقها عادي y برايم تساوي اللغارتم بشتق ما داخله الساين مشتقته كوساين على نفسه ضرب لن الاساس 3 اذا اللغارتم بشتق الداخلي على نفس الداخلي ضرب لن المقام اللن اللن برضو مشتقت الداخلي الكوساين بعضين السالب ساين على الداخلي نفسه بدون لن ولا ايش الاي نفس المبدأ بنزل الاي نفسها كاملة ضرب اشتقاق القوة التان مشتقته سي كان تربيع الكوتان الخمسة قوة كوتان مشتقتها نفس المبدأ خمسة بحط كوتان زي ما هي مشتقت الكوتان سالب كوسي كان تربيع ضرب لن الخمسة طيب ايش عندنا كمان عندنا واي تساوي لو عندي كوسي كان اكس زائد سي كان اكس هاي كلها قوة سبعة قوس مرفوع لقوة كيف بنشتقه حكينا اذا فيه عندنا قوس له قوة مشتقته عبارة عن بنزل القوة القوس بتركه نفسه ما بغير ايش من جوه وبطرح من القوة واحد اذا سبعة نزلت طرحت منها واحد ضرب اشتقاق ما داخل القوس الكوسي كان سالب كوسي كان مع كوتان زائد السي كان مشتقتها سي كان مع تان هيك انا اشتقيت القوس المرفوع لقوة من ضمن الاقواس المرفوعة لقوة مشتقت الجذور المختلفة يعني لو عندي اكس تربيع زائد اربعة اكس حكالي اعطيني واي برايم عند الواحد اول اشي بحولها الى قوة كسرية اربعة اكس تربيع زائد اربعة اكس واحد على ثلاث هلا بشتقها واي برايم الواحد على ثلاث بتنزل القوس يبقى كما هو بدون اي تغيير تمام الواحد بطرح منها ثلاث سالب اثنين على ثلاث ضرب بشتق الداخلي اللي هو ثمانية اكس اذا الجذور تحول الى اسس كسرية عن طريق الداخلي على الخارج لكل اللي جوه بشتقها على طريق الاقواس بنزل واحد على ثلاث القوس نفسه قوة سالب اثنين على ثلاث ضرب اشتقاق الداخلي مطلوب مني تعويض واحد اول اشي لو مش مطلوب مني تعويض انا ممكن ارتبها زي هيك هاي بنزلها مقام اربعة اكس تربيع زائد اربعة برجعها جذر تكعيبي وبحط جوه تربيع وهون ثمانية اكس بدي عند واحد بعوض واحد ممكن يكون السؤال ضع دائرة مكتوب بهذا الشكل باشي محولوا الى واحد بعوض واحد ثمانية في واحد ثمانية تحت ثلاث هون ثمانية تربيع اربعة وستين تحت الجذر التكعيبي يعني ثمانية على اطناعش بتبسطها اللي هي على اربعة على اربعة اثنين على ثلاث اذا هيك احنا اشتقينا الجذر عن طريق القوس نراجع كمان ايش الراجع عندي واي تساوي كوساين تكعيب الاكس زائد ساين الاكس تكعيب حكينا ميز القوة هل هي على الحرف الاخير ولا جوة اذا على الحرف الاخير زي هاي فانت بتحكي انه الكوساين اللي عندي هذا مرفوع للقوة ثلاث لكن هون الزاوية هي اللي قوتها ثلاث ففيه اختلاف بالاشتقاق كيف منشتقها بتصير ثلاثة كوساين اكس على طريق الاقواس ضرب مشتقة الكوساين سالب ساين هون لا هاي زاوية بشتق الساين الى كوساين الزاوية ما بغيرها ضرب مشتقة اللي جوه كمان واحدة عندي يساوي تان قوة خمسة اكس زائد كوتان اكس قوة خمسة قوة على التان قوة جوه الكوتان هذا قوس مرفوع لقوة يعني يبراين خمسة تان اكس هاي قوة اربعة في اشتقاق التان اللي هو سي كان تربيع هاي لا سالب كو سي كان تربيع الزاوية مستحيل تتغير الزاوية اللي جوه الكوتان مستحيل تتغير ضرب مشتقة الزاوية بتيجي خارجيا برا طيب طيب كمان كمان عندي وي يساوي تان قوة سبعة وجوه تان في سبعة اكس تكعيب زائد واحد اذا عندي هون الحالتين القوة الخارجية والقوة الداخلية باجي بقول انا اول خطوة بدي اعمل كالتالي هون بحط قوس هيك عشان افهم حالي اذا هاي تان كاملة مرفوعة لقوة باشتقها واي برا سبعة التان بنزل نفسه سبعة اكس تكعيب زائد واحد اذا حبيت تحط القوة هون بصير واذا حبيت تستمر انك تحط خارجي بصير ضرب هلا بدي اشتق اللي جوه التان مشتقته سي كان تربيع واللي جوه بخليه نفسه ضرب اشتقاق الزاوية اللي هي واحد وعشرين اكس تربيع اذا اشتقاق الاقواس بده شوية انتباه عندي واي تساوي لو حكينا مثلا ساين قوة ثمانية جوه الساين في اكس تربيع لن الاكس نفس الاشي هاي قوة خارجية حط عليها قوس زي هيك هاي ساين قوة ثمانية واي برايم بتصير ثمانية الساين بنزل نفسه اكس تربيع لن اكس نفسها هذا كله قوة سبعة هلا انفوت نشتق اللي جوه الساين مشتقتها كوساين الزاوية بتضل زي ما هي منفوت لجوه مبدأ الاشتقاق الاساسي بشكل عام انا باشتق من الخارج الى الداخل بشوف شو اول اشي خارجي باشتق بفوت لجوه بظلني افوت لجوه لما لعن ابو السؤال كله هلا بدي اشتق الزاوية الاول فيه مشتقت الثاني زائد الثاني ضرب مشتقت الاول لانها عملية ضرب الضرب الاول مشتقت ثاني زائد ثاني مشتقت اول طيب انراجع كمان اذا عندي y تساوي x تكعيب زائد 2 على x قوة 4 زائد 1 زائد 5 على x تكعيب ناقص 2 زائد 3 لن ال x على 9 بدي اشتق عندي بسط على مقام معناها عندي قسمة القسمة ثلاثة نوع اول نوع هو اقتران عاقتران نفتح كسر ونحكي المقام تربيع المقام نفسه هاي واحد ضرب اشتقاق البسط ناقص البسط ضرب اشتقاق المقام هاي انتهينا من الاولى قسمة مقام تربيع مقام في مشتقت بسط ناقص بسط في مشتقت مقام زائد النوع الثاني من القسم اللي عندي هنا هو عبارة عن عدد على اقتران فهو منحط سالب للعدد ضرب اشتقاق اللي تحته ثلاثة اكس تربية على المقام كله تربية هاي ثابت على اقتران ثلاثة لن اكس على تسعة خليها على عشرة هاي عبارة عن ثابت فهاي اصلها ثلاثة على عشرة لن اكس لما يكون فيه بالمقام عدد مش بحاجة الى قاعدة اشتقها عادي وخلي العدد زي ما هو فهاي مشتقتها ثلاثة على عشرة في واحد على اكس هيك مزبوطة لو عندي يساوي ساين اكس على واحد زائد كوساين اكس هاي قسمة اقترانين كمان مرة تعال نشتق مرتين المرة الاولى باجي بعمل المقام هايو تربيع هنا المقام فيه اشتقاق البسط اللي هو كوساين ناقص البسط اللي هو ساين فيه مشتقة المقام سالب ساين اكس طبعا عشان تشتق مرة ثانية لازم ترتب يا جماعة تحت واحد زائد كوساين اكس تربيع هون بضرب واحد ضرب كوساين وكوساين ضرب كوساين بوزع دائما اذا بدي اشتق مشتقتين لازم ارتب المشتقة الاولى عشان اعرف شو اسوي سالب مع سالب بتصير موجب ساين تربيع الاكس اذا بتلاحظ اذا بتلاحظ هاي وهاي هم عبارة عن المتطابقة الام كوساين تربيع زائد ساين تربيع واحد فاذا البسط بصير عندي كوساين اكس زائد واحد على واحد زائد كوساين اكس الكل تربيع بقدر اشيل هاي مع واحدة من هون فبتصفي معاي هاي المشتقة الاولى بعد ما بسط طب لا ما بسط هاش بزبط الحل بس كثير طويل بصير نشتق كمان مرة واي دابل برايم تسابت ثابت على اقتران سالب واحد ضرب مشتقة المقام سالب ساين اكس على واحد زائد كوساين اكس الكل تربيع اذا بتصير موجب ساين اكس على واحد زائد كوساين اكس الكل تربيع لازم لما تشتق اول مرة اذا بدأ تشتق مرة ثانية تشوف اذا فيه تبسيط ولا لا اذا السؤال اصلا طالب مشتقتين او ثلاثة وانت من البداية لقيت انه فيه مجال للتبسيط او الاختصار اختصر ممكن يكون السؤال اصلا اذا كان y يساوي ساين اكس على واحد زائد كوساين يقولك اثبت لي انه المشتقة الثانية اذا بدك تثبت على الاغلب راح يكون مبسط مختصر مستعمل المتطابقات لازم تكون حافظهم وتفرجينا شطارتك في التعامل معه مثلا اجانب الامتحان سؤال زي هذا y يساوي كوساين اكس زائد ساين اكس على كوساين تربيع الاغس قال لي جد y w بدي اياني اشتق مرتين انا شايف السؤال بسط على مقام لكن لمحة شغلة ان شاء الله انك تكون شايفة اذا بتلاحظ انه المقام عبارة عن كوساين تربيع بما انه كوساين تربيع اذا انا بقدر اجي شو احكي تربيع فيش جمعوا طرح تحج بقدر افصل كوساين على كوساين تربيع لحال زائد ساين اكس على كوساين تربيع لحال اختصر واحدة من الكوساين بيظل عندي واحدة على كوساين هنا بقدرش اختصر اشي خليها ساين اكس على كوساين ضرب كوساين بقدر احكي واحد على كوساين هي عبارة عن سي كان ساين على كوساين بتعطيني تان واحد على كوساين بتعطيني سي كان فهاي بتصير سي كان في تان صارت لطيفة بقدر اشتقها واي برايم تساوي باشتق هاي سي كان مع تان زائد هاي هاي عملية ضرب الاول ضرب هاي سي كان تكعيد سي كان تكعيد الاكس وهاي سي كان مع تان تربيع سي كان اكس مع تان تربيع الاكس طيب بدي اشتق كمان مرة عادي كل واحد لحد واي دابل برايم الاول بنزل مشتقة الثاني الثاني في اشتقاق الاول اللي هو سي كان مع تان زائد نيجي على هاي سي كان تكعيد مقوس مرفوع لقوة ثلاثة سي كان بتصير تربيع في مشتقة السي كان اللي هي عبارة عن سي كان تان زائد عندي سي كان مع تان تربيع هاي بينهم ضرب اذا بدي اشتق حاصل ضرب رح اكتبها هون الاول نفسه مشتقة تان تربيع اثنين تان في مشتقة التان سي كان تربيع زائد الثاني في مشتقة الاول اللي هو سي كان مشتقته سي كان مع تان اللعبة صارت في التجميع YW هاي بتصير سي كان تكعيب X زائد هاي تان تربيع مع سي كان هاي ثلاثة سي كان تكعيب X وعندك تان وحدة زائد هاي عبارة عن اثنين سي كان تكعيب وبرضو تان وحدة واخر وحدة هي عبارة عن سي كان مع تان تكعيب نجمع المتشابهات سي كان تكعيب فشي ولا وحدة لحالها سي كان تكعيب هاي YW براين سي كان تكعيب X نجي على هاي عندي تان تربيع مع سي كان فش ولا وحدة تان تربيع مع سي كان بنزل بنزل سي كان وهي تان تربيع زائد انا خلصت من هاي وخلصت من هاي هاي سي كان تكعيب تان وهاي سي كان تكعيب تان بجمعهم بصيروا خمسة سي كان تكعيب مع تان زائد هاي بتنزل لحالها اللي هي سي كان وحدة مع تان ثلاثة X هيك خلصنا هيك خلصنا بدك تعوض فيها اشي معين عوض اذا فيه تعويض بالسؤال عندما Y تساوي مثلا باي على أربعة باي على خمسة تبقى ان كانك تعوض من غير ترتيب بصير عادي بس الأفضل دائما انك ترتب طيب ناخد كمان سؤال لو عندي Y يساوي لو حكينا T تكعيب زائد أربعة T زائد اثنين وT يساوي خمسة X تربيع زائد واحد حكي لي جد DY على DX هلأ فيه عندنا نوعين من هذا الشكل هاي الأولى الثاني هايها Y تساوي T تربيع زائد أربعة T تكعيب وX يساوي T تكعيب زائد خمسة جد DY على DX المطلوب في الحالتين DY على DX هون الأولى لو بدي أشتقها هي Y مع T فهي ثلاثة T تربيع زائد أربعة الثاني لو بدي أشتقها بتعطيني DT على DX اللي هي 10X لاحظ أنه هنا T اللي هي الواصلة بيناتهم وحدة في البسط وحدة في المقام فأنا لو حطيت قاعدة السلسلة مباشرة DY على DT ضرب DT على DX فأنا أموري جاهزة 100% ثلاثة T تربيع زائد أربعة وهون 10X لأنه T في البسط وفي المقام طبعاً بيظل عندك خطوة في قاعدة السلسلة اللي هو أنت لازم محل T تنزل هاي العلاقة كامل يعني هون ثلاثة بفتح قوس بحط له تربيع وبنزل جو القوس 5X تربيع زائد واحد طيب هاي انتهت الثاني لو بدي أشتقها DY على DT بتصير 2T تربيع زائد 12T 2T هاي 12T تربيع طيب الثانية الثانية لو بدي أشتقها بتعطيني DX على DT 3T تربيع تقلبها بسط على مقام بتصير واحد على ثلاثة ت تربيع DY على DX تساوي بضربهم في بعض 2T زائد 12T تربيع ضرب واحد على ثلاثة ت تربيع برتبهم بسط على مقام 2T زائد 12T تربيع على ثلاثة ت تربيع طبعا هنا صعب اني اعوض مكان تي قيمتها بx فبترك السؤال بدلالة تي او ممكن يكون حاكي لي عندما تي يساوي واحد عندما تي يساوي اثنين بتعوضها نذكر هاي كمان Y تساوي COSIN T زائد T وعندنا X يساوي SIN T زائد 2T قل لي جد D D2Y على DX2 عندما تي تساوي Y على 6 بده مشتقة ثانية وليس مشتقة أولى ودائما المشتقة الثانية او الثالثة او الرابعة ما بصير تطلعها مرة واحدة لازم تشتق بالترتيب تشتق أولى الجواب اللي بيطلع معاك بتشتقه كبر مرة فهون لو بدي أطلع DY على DT هي سالب ساين T زائد 1 لو بدي أطلع DX على DT هاي ساين T بشتقها هي COSIN T زائد 2 هاي بقلبها بتصير DT على DX واحد على COSIN T زائد 2 اذا المشتقة الأولى DY على DX بضرب الجوابين في بعض سالب ساين T زائد 1 وهنا واحد على COSIN T زائد 2 لو حطناها بسط على مقام سالب ساين T زائد 1 على COSIN T زائد 2 هاي مشتقة أولى نكتبها هون عشان نعرف نجيب المشتقة الثانية تساوي سالب ساين T زائد 1 على COSIN T زائد 2 بدي أشتق كمان مرة بدي أنتبه أنه أنا بشتق بالنسبة لX واللي عندي فيها حرف T فلازم أشتقها اشتقاق ضمني المقام تربيع المقام ضرب مشتقة البسط سالب COSIN الواحد بروح ناقص البسط في اشتقاق المقام اللي هي سالب ساين T هذا كله لازم أعمل ضرب أحط جنبها D T على D X ليه؟ لأنه أنا بشتق عمالي T وT لما أشتقها بالنسبة لX لازم أحط جنبها D T على D X اللي هي هاي هاي كاملة لازم تيجي هون بما أنه عندي تعويض أنا ما بدي أبتبع باي ع ستة باي ع ستة ثلاثين COSIN الثلاثين جذري الثلاث عثنين زائد اثنين ضرب سالب جذري الثلاث برضو عثنين ناقص هون الثلاثين ساينها نص سالب نص زائد واحد بتصير موجة بنص وهون سالب نص على جذري الثلاث على اثنين زائد اثنين الكل تربيع ضرب واحد على هاي اللي هي برضو جذري الثلاث على اثنين زائد اثنين معك آلة حاسبة بتطبق عليها وبتحل وبتطلق الجواب نراجع مع بعض هاي Y تساوي X قوة واحد على X حكالي جد DY على DX بدي برضو مشتقة ثاني لهاي شو هاي هاي عبارة عن اقتران مرفوع لاقتران يعني عندي متغير X والقوة تبعته برضو متغير في هاي الحالة حكينا ما بنفعل اشتقاق المباشر لأنه ما في قاعد فأنا بروح بحط LN للطرف الأول و LN للطرف الثاني ليش يعني LN لأنه LN من خصائصه بسمح لي أطلع القوة لبره زي صار عندي LN Y يساوي واحد على X في LN ساسا بقدر أشتق كيف دي أشتق لأن الY اشتقاق ضمي فأنا بشتق اللي جوه اللي هي Y مشتقتها Y برايم على Y حكينا في الاشتقاق الضمني كمان شوية مناخد عليها أسئلة مشتق الY Y برايم الY تربيع 2Y ضرب Y برايم يعني كل ما أشتق الY لازم أحط Y برايم هنا الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني مشتقة الأول واحد على X سالب واحد على X تربيع إذن Y برايم على Y تسالب واحد على X تربيع ناقص برضو واحد على X تربيع لن X بإمكانك ترتبها تحكي واحد على X تربيع واحد ناقص لن X أخذت هاي عام المشترك طبعا هاي الY بقدر أجيبها هون ضرب تبادلي بتصير Y على X تربيع في واحد ماقص لن X هاي مشتقة أولى لو السؤال بده مشتقة أولى فقط أنا هون باجي شو بعمل مكان الY بكتب هاي بكتب X قوة واحد على X على X تربيع وهون واحد ماقص لن X وانتهي بس السؤال بده مشتقة ثانية لما يكون بده مشتقة ثانية ما باجي بعوض Y خليها بروح من هون بدي أشتق مرة ثانية Y واحد ناقص لن X في اشتقاق الأول الأول اللي هو الكسر كامل هذا شايفوا هذا كله الأول فهون بدك تشتق بسط على مقام بتحكي لي المقام تربيع بصير أربعة المقام تربيع في اشتقاق البسط ناقص البسط في اشتقاق المقام طيب هون عاد شو بتعمل بتحكي لل Y هسا جيب لي إيها X قوة واحد على X وهون سالب واحد على X زائد واحد ناقص لن X هنا X تربيع Y هاي بتجيب لي إياها كامل Y على X تربيع في واحد ناقص لن X هاي محل مين Y ناقص Y برضو جيب لي Y اللي هي X قوة واحد على X في اثنين X في اثنين X على مش رابي يكتب ماشي على X قوة 4 نرتبها Y W براين هاي قوة وهاي قوة أنا بقدر أكتب واحد على X ناقص اثنين عند القسمة تطرح الأسس وهون في كمان X فخليها سالب ثلاث يعني هاي وهاي بصير ثلاث إذن هاي X واحد على X ناقص ثلاث زائد هاي المسكين بتنزل واحد ناقص لني X زي ما هي ضرب الأكس تربيع مع الأكس تربيع بيظل عندي Y الY برضو بدي أعاود أجيب X قوة واحد على X وهون واحد ناقص لني X ناقص هاي اللي هي ما كتبتش معنا منيح إحنا X كيف بميز إنه اشتقاق ضمني ولا اشتقاق عادي ما بميز أنا مبلش أشتق لما أجي أبلش أشتق أنا شايف قدامي Y خلص بشتق ثلاث Y تربيع في Y برايم هيك بميز ها لما أشوف الY بدي أشتق إذا Y مشتقتها Y برايم إذا Y تربيع أو تكعيب أو أي قوة بشتق مثل مبدأ اشتقاق الأكس العادية بس بإضافة Y برايم بعد الاشتقاق هنا عندي ضرب الأول في اشتقاق الثاني زائد الثاني في اشتقاق الأول هاي بتصير عاشرة X طيب نرتب ثلاثة Y تربيع Y برايم الترتيب يا جماعة مهم جدا مهم جدا عشان تعرف كيف تتحرك دائما في الاشتقاق الضبني لازم نخلي Y برايم ع طرف واحد هاي يوم خليني أنجل هاي للجهة الثانية بتصير عشرة X ناقص ثمانية Y X دائما Y برايم بتطلع عامل مشترك فبظل عندي ثلاث Y تربيع ناقص أربعة X تربيع اقسم عليها Y تربيع تساوي عشرة X ناقص ثمانية Y على ثلاث Y تربيع ناقص أربعة X تربيع وبتطلع إذا بده مثلا عندما X1 والY ثلاث مثلا بعوض محل X1 ومحل Y ثلاث وبطلع الجواب النهائي مهم جدا تنتبه على شغل لو عندك X في Cosine Y زائد ثلاث يساوي X E قوة Y في هاي الحالات مهم جدا تنتبه على Y لأنه هنا الطلاب بينسوها الأول مشتقة الكوسين سالب ساين Y في اشتقاق الزاوية هنا بينسوا اشتقاق الزاوية الزاوية Y مشتقتها Y برايم مش تلغيها زائد الثاني في اشتقاق الأول يساوي الأول في اشتقاق الثاني E في مشتقة القوة زائد الثاني في مشتقة الأول هاي فيها Y برايم خليها هون بدنا إياها هاي راح أنقلها على الجهة الثانية هاي بدي أجيبها لعند Y برايم هون ناقص X Y برايم EY يساوي هاي في مكانها وهاي الكوساين راحك عندها لو أخذنا Y برايم مشترك ولحالها مشترك دائما ما تطلع معها إشي ثاني بيظل عندي سالب X ساين ساين ناقص X EY شايف الـ X ممكن أطلعها عامل مشترك بس أنا ما بدي E قوة Y ناقص كوساين Y إذن Y برايم صحصح لعلي راح أصير E قوة Y ناقص كوساين Y على سالب X ساين X ناقص X E قوة Y هلأ ممكن لو سؤال يجضع دائرة أو أثبت يطلع انت وياه اختلاف في شغلة بسيطة اللي هي الإشارات كيف يعني طلع تحت فيه سالب ممكن أطلع السالب من تحت عامل مشترك بتصير X ساين X زائد X EY طيب فوق ممكن أعكس المواقع وأطلع سالب عامل مشترك بتصير هيك طيب شو استفدت بتروح السالب مع السالب ممكن يكون هذا الجواب اللي موجود عندي في الضع دائرة ممكن هذا السؤال هو المطلوب إثباته بهذا الشكل بس تغيير مواقع إشارات لما يكون مغير إشارات بدأ تنتبه على شغلة إنه كل إشي تغير إشارته في البسط والمقام يعني هاي تغيرت وهاي 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 إشارته كمان كمان واي يساوي حكينا إحنا عشان الراجع مصبوط مية في المية هاي بدي أشتقها ويا أستاذ قصة هاي بسط على مقام وتحت في المقام في ضرب قصة كبيرة حكينا الاشتقاق اللغاريتمي له استعمالين الاستعمال الأول إجباري زي السؤال اللي أخذنا قبل إذا عندي اكس متغير كوساين قوتها ساين والله إذا عندي متغير والقوة متغير غصبا عنك بدأك تحط لنا الطرفين هاي اختيارية إذا بتعرف تشتقها بسط على مقام مثل ما هي وشايف إنه أسهل لك بصير إذا لا والله شو هالعجقة هاي لا خليني أحط لن على الطرفين وأشتقها بالاشتقاق اللغاريتمي أسهل بصير هون الموضوع بين إيديك إنت بتحط لن على الجهة الثانية كاملة على ساين تكعيب الأكس ضرب ضرب إي أكس تربية إذا كان جوة لن في ضرب بقدر أفصله إلى جمع هاي ستوب هاي جوة لن في جمع ما بتقدر تسويش لن طيب في خصائص كمان لسه أصبر السؤال كله خصائص لن هاي قلنا زا عند ما في إش هون أول إش السالب راح تتوزع يعني هاي راح تكون سالبة وهاي سالبة عشان القوة اللي جوة اللغاريتم حكينا بإمكانك تحطها برا فبتصير ثلاثة لن ساين إكس وهاي بتقدر تطلع القوة برا سالب إكس تربيع لن الإي وتنساش إنه اللن والإي بلغوا بعض فبتروح هاي مع هاي إذن السؤال عندي هسا هايو بدي أشتق واي برايم على واي تسال هاي اشتقيت لن الواي هاي لن مشتقت ما داخله اثنين إكس ناقص أربعة ساين إكس على المقام نفسه إكس تربيع زائد أربعة كوساين إكس ناقص ثلاثة لن ساين لن الساين باشتقل لجوه كوساين على ساين الإكس نفسه ناقص إكس تربيع مشتقتها 2 إكس طبعا هاي الواي لازم تنضرب وتروح على الجهة الثانية ومكان هاي الواي لما تجيب هون لازم تعوض هاي كاملة يعني لازم تحط إلي إكس تربيع زائد أربعة كوساين إكس على ساين تكعيب الإكس في إي إكس تربيع ضرب هاي كاملة تعاود نزل إياها هون تكتب للجوه هذا اسمه حكينا اشتقاق لغارتمي موضوع بسيط إني أخذ لن للطرفين وبعدها أجي استخدم خصائص لن في حل السؤال تنسوش الجذر التربيعي إذا عندي جذر تربيعي جواته إكس تربيع في كوساين إكس زائد لن في أربعة إكس زائد خمس الجذر التربيعي له طريقة مميزة عن الجذور إضافية يعني بإمكانك تحله على الجذور عادي اللي هي واي برايم تساوي مشتقت ما تحت الجذر وهون اثنين في نفس الجذر كوساين إكس زائد لن أربعة إكس زائد خمس مشتق لجوه هاي ضرب الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول هون لن مشتقة ما داخله على ما داخله نفسه بس هيك إن شاء الله راجعنا أغلب قواعد الإشتقاق ضل الأف بعد جي اللي هي هاي إذا عندي أف الأكس وعندي جي أكس تساوي اثنين أكس تربيع زائد واحد حكا لي جد ف بعد جي برايم الواحد بده أشتق ف بعد جي حكينا ف بعد جي قانونها ف برايم جواتها جي واحد ضرب جي برايم الواحد هاي هاي داخلية زي الزاوية جي واحد بعوض واحد بتصير ف برايم جي واحد اثنين زائد واحد ثلاث هسا بروح بجيب جي برايم وف برايم جي برايم أربعة اكس اف برايم ثلاث اكس تربيع زائد اربعة بدنا اف برايم الثلاث ثلاث تربيع تسعة في ثلاث سبعة وعشرين زائد أربعة واحد وثلاثين طبعا عوضت باف برايم جي أربعة في واحد أربعة مية وعشرين مية واربعة وعشرين هاي قصة اف بعد جي كاملة لو مطلوب جي بعد اف برايم الصفر ما فيك جي برايم جواها اف الصفر ضرب اف برايم الصفر اف صفر هاي اف عوضها بتعطيك صفر جي برايم صفر في اف برايم صفر اف برايم هاي بتروح بظل اربعة جي برايم اربعة في صفر صفر اذن الجواب النهائي صفر هاي مشتقة جي بعد اف واف بعد جي هيك تقريبا ان شاء الله راجعنا قواعد الاشتقاق وبعيد وبحكي هاي الحصة عشان افتح عليك ان شاء الله المادة تقدر تفوت عليها بسهولة وانت متذكر وتراجع انت وتكمل انت بعدين مراجعة وحل اسئلة طيب ايش ظل عندنا ظل عندنا نتذكر احنا وياك لو عندنا رسمة بيانية زي هيك هاي مثلا هون سالب اثنين هنا اربعة هنا ثمانية هنا عشرة وهون اطمعاش نتذكر من الرسمي المجاور ما هي قيم اكس التي عندها المشتقة غير موجودة وين المشتقة بتكون غير موجودة بالرسم اول اشي الرؤوس المدببة والزوايا الحادة هاي في هون ساهم زي هاي زي هاي هاي بتكون رؤوس مدببة وزوايا حادة هاي عند اربعة وهاي عن ثمانية المشتقة غير موجودة شو السبب إنها بتكون المشتقة مش موجودة بتكون المشتقة من جهة اليمين لا تساوي المشتقة من جهة اليسار طيب وين فيه كمان؟ هون هون أنا بقدر أرسم مماس بكون عمودي اللي هو عند 12 المماس العمودي هذا بتكون مشتقته غير موجودة ليش؟ لأنه بتكون المشتقة عبارة عن عدد على صفر يعني لما يكون فيه عندك مماس عمودي اللي اشتقاك بكون طالع معنا رقم على صفر زائد نقاط الانقطاع والفجوات يعني لو إجينا هون مثلا عند الخمسة اعملنا فجوة زي هيك هاي الفجوة بتقول لي والله الخمسة مشتقتها مش موجودة لأنه في عندها فجوة أو انقطاع في الرسمة نمسح شغل صغيري هون نشوف هاي اعتبرها فجوة وين المحاي؟ هيا هاي المحاي فمصحنا كل الأردن مسحنا كل الخط هاي هيك هاي هي نمسح بس هاي الصغير هاي أيها نرجع على القلم ونعمل دايلة هيك انت في عندك عدم اتصال أو في عندك فجوة بشكل عام فمشتقتها غير موجودة لأنها غير متصلة أو غير معالف طيب إيش أخذنا كمان استخراج من الرسمة لو عندي رسمة زي هاي كمان مرة هاي كمان هاي وهي كمان هاي هون سالب واحد هون واحد هون اثنين هون واحد هون خمسة هون ستة قال لي من الرسم بدي مشتقت الواحد بتقوله والله الواحد قبل شوي حكينا رأس مدبب مشتقته غير موجودة الثلاث الثلاثة تقع على خط مستقيم ثابت الخط يوازي محور اكس إذن مشتقتها صفر لأنه هي عبارة عن عدد فأي عدد مشتقته صفر ولو طلب المشتقة الثانية عند الثلاث برضو صفر هي أصلاً عبارة عن اقتران ثابت يعني انت لو بدك تطلع العلاقة بتقدر تحكي لي هاي أصلاً هي F في الـ X تساوي ثون هاي العلاقة فأنا لما أشتقها مرة أو مرتين أو خمسين مرة مشتقتها تساوي صفر فيه واحدة بتشبهها اللي هي هاي لما يكون عندي قمة أو قاع برضو المشتقة عندي الثلاث تساوي صفر لكن هاي بتقدر تطلع المشتقة الأولى فقط لو طلبك مشتقة ثانية أو مشتقة غيرها ما بتقدر تطلعها بس مثلاً هنا لو بدي أربط مع الوحدة الثانية لأنه مقعر للأعلى بقدر أستنتج إنها المشتقة الثانية للثلاث أكبر من صفر بس بقدر أستنتج إنها أكبر من صفر نرجعهم بدي مشتقة السالب واحد السالب واحد تقع على مستقيم وأي نقطة تقع على مستقيم فمشتقتها هي ميل المستقيم مشتقتها الأولى هي الميل ولو بدي مشتقة ثانية للثالب واحد أكيد مشتقتها صفر لأنها بتصير ثالب طب كيف دي أطلع الميل باجي هاي النقطة هي واحد واثنين هاي النقطة هي سالب واحد صفر بعمل دلتا واي على دلتا اكس اثنين ناقص صفر اثنين واحد ناقص ناقص واحد اثنين إذن الميل يساوي واحد إذن ميل المستقيم واحد فبالتالي مشتقة المستقيم واحد طبعا حكينا ممكن يجيب لك رسمتين مع بعض يطلب رسمة من الأولى ورسمة من الثانية ممكن تكون السؤال في فكرة زي هيك أنا ما أعطيك مشتقة الاثنين ما أعطيك صورة الاثنين ما أعطيك جي برايم من الاثنين وما أعطيك جي لاثنين أجي أحكي لك جد اف جي برايم اثنين طبعا انت لأنك شطور بس تتفرج عليها لحالك بتعرف انه أنا عندي ضرب بين اف و جي في عندي ايش؟ ضرب إذا ضرب معناه لازم أعمل الأول طبعا عندلي اثنين في اشتقاق الثاني زائد الثاني في اشتقاق الأول والمعلومات هاي محسوبة وجاهزة لو مش محسوبة وجاهزة ممكن يكون ما أعطيك رسمة لأف ورسمة ثانية لجي وانت تطلع اف الاثنين الاف هي الصورة هاي الاثنين صورتها خمسة والمشتقة المشتقة تبعتها بتطلعها هل هي رأس مدبب هل هي زاوية حادة هل هي خط مستقيم هل هي خط ثابت حسب الموجود عندك تمام يا جماعة يعني هذولا يا إما بكونوا محسوبين وجاهزين بالعادة بكون السؤال ضع دائرة محسوبين وجاهزين أو ممكن يكون في عندك رسمة انت تطلع هاي الأرقام من الرسمة الاف العادية والجي العادية هي الجواب المباشر تيجي عندلي اثنين بتطلع جوابها عندلي اثنين بتطلع جوابها المشتقات حسب وضع النقطة هل تقى على مستقيم على رأس مدبب هل هي قمة اوقاع حسب نوعها بتطلع جوابها وبتعوضها طبعا هاي مش شرط تكون ضرب ممكن تكون قسمك F على G ممكن تكون F بعد G المهم كلهم يحلوا بنفس المبدأ أول إشي فكها ثاني إشي هل الرسمة موجودة ولا عندي معلومات ولا عندي اقترانات كلهم بصفوا بالآخر نفس المبدأ بس الاستخراج يا بكون جاهز يا إما بكون عليك تنسوش طبعا في عندنا أسئلة إيجاد مجهيل مثلا عندي Y تساوي A X تكعيب زائد 6 X تربية زائد 5 وكان Y برايم الاثنين تساوي سالب 17 جد قيمة الثابت A جماعة لما أحكي لك A ثابت أو مجهول معناها ما تشتق وتحط اللي صفر تعامل معاك كأنه رقم يعني أي عبارة عن رقم لما بشتق بنزلها زي ما هي وبشتق اللي جنبها كأني بشتق 5 X تربية زائد 12 X مشتقت ل2 سالب 17 بعوض 2 2 تربية 4 في 3 12 12 في 2 24 تساوي سالب 17 معادلة نرتبها ونحلها هاي بتصير سالبة سالب 41 إذن سالب 41 على 12 هي قيمة الثابت A هلا بكرة بخدعك في الامتحان بيجيب لك A تكعيب قوة X جد Y برايم بيجي الأخ وهو مسطل مش نايم لأنه حقوله خليك مواصل بشتق اللي إياهك أو بشتق اللي إياهك ثلاثة A تربيع في واحد أو بيألف لي اشتقاق بيهبدلي هبدي مرتبة يا جماعة الـ A عبارة عن ثابت طبعا هو حيكون حكي لك A ثابت بما إنه ثابت إذن بتعامل مع اسمع بديش تتعامل مع لما يقول لك A ثابت حط محله خمسة لما يقول لك A ثابت حط اللي محله خمسة اشتقها وبس تخلص اشتقاق رجع ليها يعني هاي باشتقها Y برايم خمسة X مشتقتها خمسة وبرجع محل الخمسة اي تكيب تمام الثابت لما تشتقه لحاله صفر أما لما يكون مضروب بساين أو كو ساين أو إشي هاي مش عملية ضرب احنا مننزل الثابت ومنشتق الاقترام هيك الجزء الأول إن شاء الله من هاي المراجعة انتهى فيه عنا كمان حصة مراجعة على الوحدة الأولى راح نركز فيها على الأفكار الهندسية والفيزيائية السلام عليكم